موسيقى القانون صدر بعد أقسى من الاقتراح الأساسي يلي كان مقدم سنة 2018 وكأننا في بلد مستقر وقطاعه الخاص مزدهر نسبة 8% من قيمة المأجور فيما لو كان خاليا هو الأمر المستغرب لأنه رقم خيالي نحن عنا الإحصاءات عاطية أنه النسبة لا تتجاوز 3% من قيمة المأجور وعاطين كمينة العصمة بإيد المالك ومميزوا بين التجارة الصناعة المهن الحرة والحرفة وكأنها دعوة من قبل مجلس النواب للمؤجرين أنه يرفعوا بدلات الإيجار بالبلد كله إيجار حر إيجار كافة الإيجارات بالرقم الغير مدروس يلي نوضع المهن اللي أعطيها الأنون للمؤجر كسلاح بوجه المستأجر اعتباراً من السنتين إلى الأربع سنوات وما هي الخطوات التي ممكن اتخاذها بوجه هالقرار الأنون بنص للأسف أنه المؤجر بيقرر إذا كان المستأجر بده يبقى سنتين أو أربع سنين أو سنتين بيبقى بالبدل نفسه أو أربع سنين مع بدلات مرتفعة جداً يلي هي 8% من قيمة المأجور أول سنة بده يدفع ربعة يعني 2% من قيمة المأجور ثاني سنة 4% والسنة الثالثة والرابعة لـ 8% كاملة اليوم نحن أملنا أن الحكومة زافية تاخد صلاحيات رئيس الجمهورية وترد الأنون إلى مجلس النواب لتعديله وات ليكون ملائم أكتر وإلا متواجهين نحن بعد نشره إلى الطعام فيه أمام المجلس الدستوري إلى المستأجرين إليكم الحل الوحيد اللي بيجعبتكم اللي ممكن تقوموا فيه بوجه ما تعتبرونه الظلم الكبير ما يترك نايب صوت له أو ما صوت له إلا ما يدق بابه وإلا ما يحسسوا عشول أنه هالقانون صوتوا عليه مادة مادة كل النواب سمعوا يلي حضروا والمظاهرات بلشت كمان تمل الشارع هذا الاعتصام الحقيقي هو بداية لأعتصامات متلاحقة في حال أصروا على تنفيذ القانون بموضوع التجار والمستأجرين يعني خاصة المستأجرين القدامى الذين مضى على عقودهم قبل 92 وما سبق وبالتالي فيه بالقانون هذا نوع من تهجير بدون سأف بين المالكين والمستأجرين دولة كر قوانين غير عادلة وكأنه من الضرورة أن يكون أحد الأطراف ضحية تلك القوانين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر